موسيقى اهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليوم يصوتكم ورح نعرضكم بها أبرز ما تم تداولة على مواقع التواصل الاجتماعي من أشياء صارت بالعراق وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة تقدرون تتصلون بنا لأي سبب إن كان بأي دقيقة وبأي لحظة من لحظات البرنامج حتى تطلونا رأيكم بالمواضيع اللي إحنا رح نطرحها لكم أو بالمواضيع اللي إنتوا تردون تحشون بيها ويانا مشاهدين الكرام أول ملف ويانا هو الفاجعة اللي صارت البارحة بقضاء الحمدانية بمحافظة نينوان مأساة بكل المقاييس لما ننقلب عرس إلى مأتم عرس اللي اللي الناس تنتظره بفارغ الصبر العريس اللي فرحان ويقول لك أنا اليوم رح أبدأ أكون أسرتي العروس اللي تتمنى اللحظة اللي تشوف نفسها لابسة البدلة البيضة وتدخل إلى قاعة الأرس حتى تقعدوا يا عريسها أمام المعازيم وهم يبدون فرحهم للناس أنه هم الزوجة لكن اللي صار البارحة التهمت النيران القاعة اللي احتضمت حفل زفاف وما اكتفت النيران بالتهام الجدران والأثاث داخل القاعة وبس لا امتدت إلى أجسام المدعوين وأهالي العروسين وتحول الفرح إلى فاجعة حقيقية بكل ما معنا للكلمة السلطات هناك قالت أنه الألعاب النارية ومواد البناء شديدة وسريعة الاشتعال هي اللي السبب وراء هذا الحريق هذا اليوم اللي كان من المفترض أن يكون يوم الأحلام للعروسين أصبح يوم لا ينسى نتيجة اللي صار واللا مبالاة والفساد للقائمين على هذه القاعة حتى نعرف شنو اللي صار البارحة وقبل ما ننشر الفيديوهات اللي تم نشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلونا نشوف سوي هذا الانفوغرافيك اللي يعد لنا قسم التواصل الاجتماعي حول فاجعة الحريق بقاعة الهيثم الملكية بقضاء الحمدانية بمحافظة نيلوه لم يدر بخلد أحد منهم أنها ستكون آخر ليلة في العمر حيث الشرارة الأولى لحريق قاعة الهيثم للأفراح بقضاء الحمدانية الذي بات رهينة للميليشيات المتصارعة عليه والساعية لتهجير سكانه المسيحيين للاستحواذ على ممتلكاتهم كما تؤكد مصادر من نينوى لتودي هذه الفاجعة بحياة أكثر من 130 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين بحسب مصادر طبية تقرير الدفاع المدني الأولي أكد غيار متطلبات السلامة في قاعة الهيثم للأفراح من منظومات الإنذار والإطفاء فضلا عن بنائها المخالف لتعليمات السلامة ما أدى لانهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء واطئة الكلفة وسريعة الاشتعال تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران وسط غضب الأهالي من خلو صالة الأفراح لأي من احتياطات السلامة ما زاد من فداحة الكارثة غياب المستلزمات الطبية وعدم استعداد المستشفيات لاستقبال أعداد المصابين الكبيرة أدى بدوره لارتفاع عدد الوفيات حتى وصل الحال بأن تطلق مستشفى الحمدانية نداء استغاثة للصيدليات الأهلية لتأمين أدوية حروق بعد نفادي ما لديها وعدم تمكنها من علاج المصابين بما لديها من أدوية شحيحة ما أشبه اليوم بالأمس فالأسباب نفسها التي أدت لحريق مستشفى بن الخطيب في بغداد والحسين في ذيقار تظهر مجددا في فاجعة الحمدانية لتؤكد الفساد المستشري في منفاصل الدولة وغياب الرقابة الحكومية والاستهانة بحياة وأمن المواطنين من قبل المستثمرين المرتبطين بمكاتب الميليشيات الاقتصادية والمقاولين ممن تحال إليهم مناقصات تنفيذ مشاريع البناء حقيقة قاعة لا توجد بها مواصفات السلامة والأمان بسبب وجود ألعاب نارية تم احتراق السقف بشكل سريع وأنهيار سقف البناية على الموجودين داخل القاعة بيانات وشجب وتعازي واستعراضات إعلامية تكتفي بها حكومة السوداني عقب إعلانها الحداد وإن زادت على ذلك فستشرع بتشكيل لجنة تحقيق وتقص تسوف القضية دون أي نتائج كما جرى في حادثة عبارة الموصل التي ذهب ضحيتها المئات ومن قبلها اللجان التحقيقية التي طمست الحقائق بعد المجازر المرتكبة إبان حرب الموصل والتي راح ضحيتها الآلاف ممن قضوا تحت أنقاض المدينة القديمة ليكون المواطن الموصلي ضحية للفساد والإهمال بعد موته غريقا أو حريقا أو مدفونا تحت أنقاض المباني المدمرة بفعل العمليات العسكرية شكرا لقسم التواصل الاجتماعي مصدر أمني كشف لنا أنه التحقيقات الأولية أكدت أن القاعة مشيدة بشكل غير قانوني وسمعته عبدالأمير الشمري وزير الداخلية وما تتوافق مع معايير السلامة اللي ما بيها أجهزة انذار ولا بيها أجهزة أطفاء لحراق المصدر يقول أنه قاعة العراس مغلفة بالكامل بألواح الإيكوبوند أو الساندويتش بانل سريع الاشتعال ومخالفة لكل تعليمات السلامة وافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات انذار إلى أطفاء رطبة بحسب المصدر طبعا هم شخصة وهذا الشي ورقارثة من الكوارث اللي من المفترض ما تصير واللي من المفترض القاعة لما بنت هم يعرفون قوانين السلامة ويقولوا له تعال حبيب قلبي أنت بنيت قاعة ذني وين شون خليتها تشتغل لها السبب حمل أو ذوي الضحايا صاحب القاعة المدعو سمير نبو المقرب من القيادة في ميليشيات بابليون أسامة الكلداني اللي هو أخ رياني الكلداني مسؤولية الحادثة بسبب بناء القاعة خارج الشروط وقواعد السلامة خلونا نشوف كم واحد من عائلتك أسهلي والدتي هذولا كلهم أهلي كلهم أهلي هذولا هذولا شنوذن نبغم جايين يفرحون وانا قلت هذه مجزرة الهيثم لا يرحمها التاريخ من هو يتحمل مسؤولياتي هو هذا ابو القاعة وابو الحفل لازم يحزن القاعة وما محزن القاعة هي تجاوز هذه القاعة تجاوز من نوعها من نوعها يفتحها أنتو المأساة اللي دا صورة هنا أنه العالم بدت تستذكر أهلها وناسها اللي راحت بهاي القاعة وهذه الصور راح تظل تذكرهم بمأساة بيوم كان من المفترض أن يكون يوم فرح فيديو ثاني إلى مواطن يحتي بي عن وجود أوامر سابقة بغلق القاعة بسبب تجاوزها وعدم انتباع شروط السلامة ولكنها ما أغلقت بسبب بنائها لأنه يملكها أحد التابعين لميليشيا بابليون اللي هو أسامة الكلداني القيادة في ميليشيا بابليون اللي يتزعمها أخوه ريان الكلداني هو واحدة من تشكيلات الحشد علما أنه المنسق لمنظمة الهلال الأحمر العراقي أغسان محمد الوثاني قول أن عدد الضحايا الموضعين بمستشفى الحمدانية تخطى المئة وعشرين قتيل بينهم أطفال وأشار أنه عدد شبير من العائلات بأكملها قضت نتيجة الحريق وأكد أن المجموع الكلي رح يوصل إلى 500 شخص ما بين قتيل ومصاب وأنه بعض الضحايا يجوي ضيوف البلدهم حتى يحضرون حفل زفاف قريب إلهم أو قريبة إلهم وجوي من الولايات المتحدة واستراليا وبريطانيا وبعض دول أخرى وبظل صعوبة تحديد هوية بعض الضحايا بسبب شدة الحريق وصعوبة عمليات إنقاذ المصابين خلونا نسمع أحسن عائلة كامل راح في عائلة إنكيتهم أربعة جمورة لو أين رايح لهم ما قوله كان عندي ورب البترح عائلتي وأطفالي وأخويها إجراء إجراء السلامة ما توجد بيها القاحة ما بيكوشي بس ياخذ فلوسه بس بس ياخذ فلوسه بس بس ياخذ فلوسه بس برثة يسحبه يجيب خمس ثورات وما عندي يخلي طفايات والله لو عني طفايات كله ينطفي وجايب هذا الشعير بيتشول ويخلي السحرة مع الأسف والله مع الأسف الناس لما انشافت من البارحة بالليلي لاحظت هاي اللحظة وسمعت بهاي الفاجعة بهاي الكارثة بهاي المجزرة تفعلت ويا الموضوع لأنه مست وجدان العديد من الناس بداخل البلد وبخارجه فجبنا لكم بعض التعليقات من منصة أكس محمد القيسي يقول بألم وحسرة نتابع ما يجري في الحمدانية نتضامن مع ضحايا الحريق وذويهم ونسأل الله الرحمة لهم هذه هي نتائج الفساد والإفلات من الإقاب وانتشار الرشوة المئات مثل هذه القاعة والمباني التي تعتبر قنابل موقوتة منتشرة في بغداد والمحافظات من دون رقابة بسبب فساد الجهات الرقابية بالنسبة إلى قضاء الحمدانية الناس اللي موجودة هناك يسموها بوغديدة والهالسبب كان هذا تعليق على هاشتاك بوغديدة مصطفى خالد يقول هاشتاك فاجعة حمدانية هي نتاج مباشر لغياب الدولة ومؤسساتها وهي ليست الحادثة الأولى وللأسف لن تكون الأخيرة تهوم في تطبيق إجراءات السلامة تتحمله مؤسسات الدولة المعنية والأحزاب التي تسيطر على هذه المشاريع الآن سنسمع خطابات رنانة وتوجيهات شديدة لمدة يومين وبعدها لن يتغير شيء أما أحمد وحيد الممثل تعرفوه في الموصل قبل أربع سنوات حدثت فاجعة العبارة في الجزيرة السياحية وأثناء الاحتفال بعيد الربيع واليوم حدثت فاجعة أخرى في قاعة أعراس مأساة الموصل أن فواجعها تأتي في أماكن الأفراح وفي لحظات السعادة حماك الله يا أم الربيعين وثابت عامري يقول يتبجح البعض في الإعمار الذي تشهده الموصل وإلى آخره من تطبيل إن التبليط لا يعالج المرضى ولا يهتم بإجراءات الأمن والسلامة في الأماكن المزحمة الإعمار ليس فقط تبليط خالص العزاء لأهلنا في الموصل كانت كل هذه التعليقات على وسم هاشتاغ بغدادة عدنا اتصال أبو علي من بغداد حياك الله يا أبو علي ألو ألو يا حليبي ألو هل بيك أبو علي هل بيك يا غادي حبيبي أحذيكم وأحذي إخواننا المسيحيين في هذه الفاجحة حياك الله إن شاء الله الصبر والسلوان ذويه من شاء الله والله الحظيم يعني ألمنا بشكل كامل يعني أحنا كل إنسان حراقي شريف عند غيره أتألم على هذا الحادث فإنا لله وإنا إليه راجعون والمشتكل لله سبحانه وتعالى يا أستاذ رفل يعني الحراق إحنا ابتدينا يومية مصيبة ليت المرة الحبار وذاك اليوم ما أعرف شنو يعني الله هالبلد هالبتل بي شم سوين حد الله يعني ما أعرف شن السبب ما أعرف شن السبب ما أعرف يا أستاذ رفل إحنا نسوينا شنوه يعني ناس برياء قاعدة يعني يعني نهاية الناس أتروح من ما تقول برمشة حين نا إنا لله وإنا إليه راجعون وأعزيكم وأعزي القناة ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله أكتب رفل أشكركم أبو علي بس سؤال قبل ما تروح أبو علاوي أنت مدخلت ويايا قبل حلقتين وقلت لي أنه أكو ضابط تم اعتداء عليك بباب البيت راح أبو علي المهم إذا تشند تشوفني أبو علاوي بالشاشة أتمنى تتابع الحلقة يعني الفيديوهات اللي أرسلتها إلى واتساب برنامج صوتكم وراح تكون موجودة ويانا وراح يشوفوها الناس أبو حارث من الموصل حياك الله أبو حارث سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أشونك هل أبيك يا غالي نعم ما شر ما تفضل استادي الأخ إحنا عزينا ذولة اليوم مبعودة ميلاد النبي نعم 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 برمي البازين فوق القاحب خالله من طاقة نارية ويحرفون الميان إحنا أن نعرف شاك وش ماك وشاك نعم 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 الحمدانية أخي عمال الحمدانية. إحنا نستقف عنه نفاق لك النيازي. احنا مثل ما يقول ما تعجروا من رحمة دولة. دعبنا أخويا. أول وحدة متعدين من مولود النبي. شكرا 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 لك أبو حارث شكرا لك أبو حارث. حج محمد من كربلة حياك الله. ألو. ألو. ألو عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. ساقة أهالي الضحايا. الله يرحمه برحمته الواتحة. آمين. وإنساء الله الشفاء العاجل للمصابين وللجرح. نا. أخي. بالنسبة لهذه القاعة قبلها أكو أكو موجودة إجراءات. نا. إجراءات قانونية بفتحها. المصور الدفاع المدني يتأكد تأكد تأكد تام من المخرجات. أكو مخرجات تلقاعة موجودة. نا. مو بس أطل موافقة. هذا الكابول هذا ممنوع. ممنوع نهائيا ممنوع. ما ممكن واحد. ما ممكن واحد. لو بيّن بيّن يعني بحريق المستشفى الحسين لو ابن الخطيب لو قاعة الهيثم بيّن شلو الأسباب منعة. وبالناصرية. نا. لذا تتذكر بالناصرية المستشفى لين شي تاني بالنسبة هاي المقصرية بينه بين المقصرية يعني يا أخي أبا يعني طاجعة طاجعة العراق هاي تعتبر والله. نا. والله طاجعة العراق. نا. وإن شاء الله إن شاء الله التحقيق يثبت ذلك والقدمون للمقصرين للعدالة. إن شاء الله. شكرا شكرا إليك حج محمد. مو بعيد عن كوارث العراق لكن هاي المرة الكارثة على المستوى الاقتصادي والصناعي بالبلد. ورمى حوله مسؤولين متنفذين معامل العراق ومصانع الشبيرة إلى استثمار خاص لهم. هذا اللي حدث بأهمال وبيع باقي المصانع مثل مصنع النسيج ومصنع السكر وغيرها من المصانع الشبيرة. أو مثل ما سيطرت العتبة على أراضي مصنع تعليب كربلاء أو معامل تصنيع كربلاء. ورئيس الاتحاد العراقي اللي نقابته عمال بابل كشف أنه تم تحويل معمل ألبان الحلة إلى معرض للسيارات ومطعم من قبل متنفذين. تعالوا نسمع اللي قاله بهذا التصريح. مصنع ألبان الحلة. أبطال استثمار يقولك ليش تحشى على الصناعة؟ يعني مصنع ألبان هو الشينا هذا بس مع الحليب. يجبوا الحليب من الفلاح يخلوه يشوف بيتلوث ما بيتلوث. بعد وانا خلوه بسطرية بيتا بريد. ونقلوه هون للمعالم والمصانع التشترج. إيها ألبان حليب قشطردن. يجد لها يجد لها استثمار. أعطيك هاي فكرة. وشنال بالله ده كامل ليه. يعني يعني شب سوي رسال وطول استثمار. هذا استثمار وزير الصناعة. هو مو طهب قبل دم قارج بورج. خليش تغلوه بيها حلقة العراقين. شب سوي معظم السيارات. المعمل ما هو أصل ما هو المعمل. يعني هم على أساس ما أخذي معمل ألبان. ومسوي معرض مع السيارات. اسمع سيد عدي ويايه. سيد عدي. ويانا سيد عدي. سيد عدي معمل ألبان كامل. هذا هذا فكرة. ايه مسوي معرض معرض السيارات. صار معرض السيارات. أكو هاي أكو رمية أكو رمية أكو رمية أكو رمية أكو معامل. وأنا عدي عدي بالحلس في الميتاني شغل. هذا المستثمار بالعقد بالعقد معمل ألبان مصنع ألبان. مصنع ألبان حتى المكاين باي عمال ألبان. وهو قال بي لفندي معرض مع سيارات. من الممكن جاي بسيارات انتاج خاص تمشي على الروبا مثلاً؟ ممكن. عندنا مقطع ثاني اللي هو مضحك ومبكي بنفس الوقت. هو أن تحول معمل تابع إلى تصنيع عسكري أو شغله هو لصناعات عسكرية وتحوله إلى معمل ما تطرشي. ستشوفون هنا تصريح للنائب عبدالهادي السعداوي ويحكي لكم عن تحويل مصنع كان يطبع هيئة التصنيع العسكري بمحافظة بابل واللي كان يصنع فخر العراق مسدس طارق وحوله إلى معمل ترشي. وراء ما تم استثماره من قبل أحد المتنفذين. هذا المشروع اللي العراق تعاون به ويا شركة برتل إيطالية لصناعة الأسلحة ودزوا معمل متكامل لصناعة الأسلحة وطوروا مسدس برتا أن يكون مسدس عراقي بحث مئة بالمئة وكان فخر إلنا هو مسدس طارق. اليوم هذا المصنع اتحول من مسدسات إلى طرشي. اللي ما يعرف أن يا مصنع جاي أحكي عليه أو يا منشأ أني جاي أحكي عن مجمع أو منشأة القادسية العامة. خلونا نسمعه. ومعمل من المسدس طارق اللي كان مشهور يعني. تمام. ومن المعامل الكبير وبإمكان تستفاد من أتى في وزاعة الداخلية والدفاع وهيئة الحشد وكل الأجهزة الأمنية. نتحول إلى معامل طرشي. حكومي أهلي. طبعا هو حكومي. وصد جديد يشترك. أخذوا استثمار حولوه من المسدس إلى محلات طرشي. معامل طرشي. هذا واحد من المصنع العراقية. الساعة طرشي زين. نازل بالسوق. الان روحان وياك نشتري منها. دبس. مكان المسدس. كان المعمل يصنع مسدس مثل ما قال المقدم هنا قام يصنع طرشي مدبس. سؤال من تكبسون الطرشي بالمكاين اللي كانوا يكبسون بها السبطانة مع المسدس طارق. لو من تحفرون على العلبة اسم المعمل مع الطرشي تحفروها بالمكاين اللي كانت تحفر القبضة مع المسدس طارق والشعار مع طارق بن زياد اللي سمي مسدس طارق على اسمه القائد العربي الكبير اللي فتح الأندلس. أردفتهم الحكومة شكوا بدماغها. مصانع تنتج لكم وشي المفروض يفيدكم يطيكم أسلحة تطوها إلى قواتكم الأمنية. ببدال ما تستوردون عدكم مصانع تنطي. العالم كلها تفكر أنه تنتج لنفسها حتى تستفاد من عنده وتنشر وتبيع للعالم وتصدر. قال للعراق عنده معمل جاهز ما يحتاج. جوي الأميركان احتلوا البلد المصنع موجودة من الواحد وثمانين للألفين وثلاثة ينتج. جوي دول الحكومات ورى مجلس الحكمة البريمر والسلمة والمعمل موجود. المفروض بس يطبون يشغلوه. صار لكم معمل مال طرشي. مبارك عليكم. ما عندنا معامل طرشي بالعراق. الناس لما شافت هذه الفيديوهات علقت على فيسبوك أبو علي ضافر يقول ليش نستغرب معامل العراق الجبارة كلها تم تدميرها بمعامل اسمنت كانت تصدر للخارج اليوم خارج التغطية بسبب. عباس الشمر يقول غير هاي حكومات الذيول والخوانة والعملاء وسراق المال العام السرسرية. وعلي فاضل يقول ممنوع أي معمل أو مصنع يعمل في العراق مع تدمير وتفسيخ المعامل والمصانع هكذا تعمل أحزاب الاحتلال وزيد وراء المعامل والمصانع مصافي النفط. وابن الرافدين يقول ممنوع الصناعة والزراعة وكل شيء في العراق الكل يعلم ذلك. نعم كلمة صنعة في العراق يجب أن تدمر. هذه اللي أثبتت الأيام إلنه بعد عام 2003 أن يخسر العراق صناعاته وفخره ومعامله. عبد الرزاق من باب الحياة كالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ساد أثر شر البلية ما يضحك خواهر. نعم يعني العراق اللي بلد المصاني يعني بلد التصميم يعني بلد النهضة والحضارة. يحاولون المعامل مال إذا طرشي إلى معامل مال لا تكرم عن طريقها من عولة. يعني هذا بلد يا صاد أفد. بس سموا هذا الانتفاق ويا للحكومات اللي يجهت بعد 2003 بإنه العراق يكون بلد مستهلك يعني ما يسمحوا لا بمصنع لا بمعمل لا بزراعة لا بصناعة. هذا الانتفاق اللي الجماعة من التبقين وياه ويا الأمريكان وياه المجموعات اللي هو الدول اللي جابتهم. هذا هو الانتفاق يا أستاذ أفد. لا تستغرب ولا تتعجب من وضع هذه الأحزاب. هما يعني كلهم هم تدمير هذا البلد. ماذا عن التعقيب أستاذ عبد الرزاق بس كانت قبل مصانع طارق أو مسدس طارق. أكو تسعة منهم ودعش منهم حسب قطر الطلقة اللي تستخدم بالمسدس. هس راح يصنعوا لك تسعة إنج ودعش إنج حسب قطر السطلة اللي بيعون به هالطرشي. أكيد بلي أنه أستاذ أفد دولة ما جاي يشتغلون لأجل بلد. دولة يشتغلون لأجل البلدان اللي بيجوا من دفعتهم. يعني هما عملاء. هما يعفوا لكل زيال. هما عملاء دول أخرى. فالدول الأخرى هي اللي تؤمرهم وهما ينفلون. فما نستغرب بأنه يحولون لك البلد إلى خراب إلى دماغ. هو هذا منهجهم يا أستاذ أفد. فما يعني ببارهم أو بفكرهم بأنه ينهضون بهذا البلد. يقدمون لكل مقاومات الحياة. هذا بعيد عن فكرهم بعيد عن منهجهم. كل ما يهمهم هو تدمير هذا البلد. وليستمحون بأي عمل يحتلوا كالصير هذا العمل بأنه يخدم هذا البلد ويرفع أتم هذا البلد. فهذا هو دايدين هم وهذا هو العمل اللي جاي يشتغلون عليه يا أستاذ أفد. تحياتي لك. شكرا شكرا إليك أخي عبد الرزاق. الآن السؤال اللي أحب أطرحه هنا بالنسبة إلى منشأة القادسية اللي تحول إلى معمل طرشي أو إلا تحولت إلى معمل طرشي. شركة برتل إيطالية لصناعة الأسلحة دزتلنا في سنة 1980 معمل متكامل لإنتاج الأسلحة. وهذا المعمل اللي كان ينتج مسدس طارق. السؤال اللي ينترح هنا لما نتحولت هاي المنشأة إلى معمل الطرشي المعمل القديم اللي ينتج مسدسات وين راح وين وديتوه؟ هذا السؤال اللي لازم نعرف جوابه. طبعا كثيرا ما تنتشر مقاطع مصورة لأشخاص أو منتسبين تابعين إلى القوات الحكومية هم دا يعتدون على مواطنين باستخدام نفوذهم أو سلطتهم. وهسا عدنا مقطع مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لضابط برتبة مقدم بمدينة الديوانية بمحافظة قادسية ينهال بالضرب على صاحب دراجة ولحد الآن ما حد يعرف شون الأسباب اللي صار. وتسألوا رواد منصات التواصل الاجتماعي لو كان أبو الدراجة ميليشياوي حطوها بقوسيا وجوها ألف خط. يقدر الضابط اللي أعلى مني مو مقدم اللي أعلى مني يعتدي عليه أو يحاسبه خلونا نشوف. ترجمة نانسي قنقر أنا هو واحد يفتر يقدم بلاه على هدولي. بالنسبة للمقدم جار مسدسة بيده يقدر المقدم أو المنتسب يجر مسدسة خارج أوقات الدوام أو إلا بتكليف رسمي حسب القانون. أتمنى يطب لي واحد قانوني يحكي لي بهاي القضية. أنا حجيته يا أبو علي من بغداد الأخ عطوان رسن حسان وقلت له تابعنا هذا الفيديو دزلنا قبل حلقتين أو ثلاث حلقات عن اعتداء صار علي بباب بيته بدون أي سبب بحسب اللي قاله. من قبل شرطي برتبة ملازم تابع إلى وزارة الداخلية ويقول أنه راح إلى مركز الشرطة الألوية ويقدم دعوة ضد هذا الضابط لكن بسبب أنه المعتدي شرطي ما قدر يسوي شيء ولا تمت استعداء أو محاسبته من قبل المركز. المواطن قد دزلنا هاي الفيديوهات وهي تقرير طبي وطالب عرضها خلال برنامج صوتكم حتى يوصص صوته ورما عجز هو وعجزة الجهات المختصة أن تطيح حقه وتسترجع لحقه وتحاسب المعتدي خلونا نشوف. مثل ما شفتو الشرطي اسماعلي بكر علي قادر وعطوان ريسان حسان وشفتو الفيديو بصون دا بيدي دا يرو الشباب البيت أو دا يغسط الطرمة أو شكان ما يسوي رجل كبير بالسن. أمره بالستينات يجي واحد بردبات ملازم بعده في بداية شبابه يعتدي علي بهاي الصورة وما يقدر يأخذ حقه وعنده قرار ورقة تكليف بالحضور وغيرها وغيرها والموقع القاضي ضافر ياسين السعدي قاضي التحقيق زيان عندك هذا القرار وما تقدر تسوي شيء والشرطة ما تقدر تسوي شيء صلوات على محمد بلدنا بخير الحمد لله والشكر الناس لما شافتها الفيديوهات علقت ساهرة تقول هاي شكوا يومي طلاب ويا العالم عمير الرحمة حلوة وزير الداخلية يشوف الضباط ليش يتعاركونوا يا الناس أكو إجراءات قانونية والمتضرر يلجأ للقضاء أما سهى هوكمان تقول ترى وايا السالفة زادت عن حدها وإذا ضابط ترى على نفسه مو علينة وحسن هاشم عمي مو تقول شرطة قامت تاكل بشر ش السالفة عمي ترى الشرطة والدولة كلها بخدمة المواطن أحمد العامري عمي الضباط على كيفكم ويا العالم لا يغرك المنصب للرتبة الناس تعبانة نفسيا وعقليا من عيشتها فلا ياخذك الغرور بنفسك وإذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك لا إله إلا الله مشاهدين كرام المشكلة أكو تعليق للأخوة تقول وإذا كنت ضابط ضابط على نفسك إيه صحيح ضابط على نفسك لأنه أنت وظيفتك هنا لخدمة المواطن مولي إذا المواطن أنت ضابط حتى تخدم الناس أنت ضابط حتى تجيب لهم حقهم أنت ضابط حتى تشوف شكواهم أنت ضابط حتى إذا تشوف خلل أنت تقومه أنت ضابط إذا تشوف مظلوم أنت تنصره أنت ضابط إذا تشوف ظالم أنت توقف عند حدة أما أنت ضابط تضرب وتهين وتظلم وتأذي هاي مو من حقك بس ما عرف تعرفون يلا عادي وزير الداخلية صار قائد عمليات بالغلط ضباط ما يصيرون ضباط بالغلط أبو علي من أبو غريب حياك الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله الرحمة للتوفى واليوم والبارحة وإن شاء الله بالجل بالنسبة يا أستاذنا بأسئلتك البرلمانين شو من من 2003 هاي اللحظة يلاسقين علينا ونفسهم الحكيم عمار الحكيم نفس عمار الحكيم محمد الحلبوسي نفسه محمد الحلبوسي البرلمانين يروحون ويردون علينا وهذولا وهذولا البرلمانين من أمس 2003 وموتونا كلتنا هذه السنة تقريبا ماتوننا هواية بالعراقيين والله يعلم مني من تخلص السنة نموت كلتنا شلون يعني هذولا شيريدون من عندنا البرلمانين شو نفسهم يروحون ويردون ويعصرون ويعصرون الجسمنا ويردون يموتونا يعني الحلبوسي جايزون المحافظات الغربية قطع الاتصاله يا أبو علي شكرا جزيلا إلك أبو علي من الديوانية حياك الله يا أبو علي يا حيلك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قوية أي موظف مو بس شرط بالديوانية أي موظف هو عند حصانة كاملة ليش نبي نبي عزم بالدولة هالعراقية نبادهم نا لكن العبيدة الديوانية ما يقدروا ينحشون لأن الحامل اشتكيت على موظف كهرباء التلت شرط بعد انترجت الشكوة إذا الدولة موظف يعتدع لها نفس اللي لا يكونوا كافة ضالية لأن شهادة موظف الحكومة ممتل شهادة الموظف العادي تصوير متصوير على كل ما يأكل عندهم أو كل دائرة بالديوانية هي من لون من لون قبيلة يعني أنا طبق مرة دائرة المدير ابن خالة وابن عم كلا بيها يعني أشينا شغلة أحزاب يعني الموظف مالج للتحفيها وتقولها لفاصل وكل الدولة يتعارف وكل الدولة يعرفون أن الدوانية الدوائرها مملوكة كلا حشيرها ماخذت إلى دائرة بيها والشرطة تلقي بيه ودير الشرطة نبتتة بالحم هذا الضابط والضابط بالحم الجندي الشرطة يعني واحدة بالحم الثاني يعني صفات مملوكة أنا بالدوانية عدلة نا خسرات بيها المواطن نا بس المواطن السعى ضريبة لأنه هو راح انتخب هاي الحكومة بس دهانية يتم لازالله يتوشي بعد أربع سنوات أكثر من هذا من أكثر من العداد تتعذبونه نا بس إن شاء الله تتغير المصري إن شاء الله إن شاء الله شكراً شكراً إليك أبو علي نروح إلا التلوث البيئي والصحي اللي يتعرض له جو العراق ومية وقع مواطن يرصد عجلة حوضية تنكر خلق تصر لكم ياها محملة بمياها الصرف الصحي هذا التنكر يتبع هيئة ميليشيات الحشد اللي عملها الحفاظ على أمن البلد اللي هي تتبع القائد العام للقوات المسلحة جواهن ألف خط هذا التنكر جزي سوي عيني فاتح البوري ويدي يفرغ الحمولة ماتة بالشوارع كأنما الميليشيات هاي أو الحشد مكتفة بتلويث البلد بأسلحة ومخدرات وانفلات أمني ما إلى مثيل وسرقات وقتل واختطاف لا حسا صار عدنا مجال جديد للتلويث باعه هذا تنكر تابع للدولة تنكر ما المياه مجاري ومي خيسة تكتل قاعد يفرغ بالشارع وهو يمشي أكوي تستهتار بعد أكوي تستهتار خافي يجيني واحد ويقول لي ترى هذا الفيديو مو مالحشد أو هاي السيارة مو مالحشد لاحبي بقلبي هاي السيارة مالحشد والشعار بيّن عليها حياته شوفوا قدام عينكم هاي واحدة من مشاكل العراق الجديدة عدنا فيديو ثاني إلى ناشط الناشط هنا يرصد لكم استمرار السلطات في النجف تصريف مياه الصرف الصحي والمجاري بشكل مباشر إلى حوض نهر الكوفة أو شط الكوفة من دون أي معالجة ويتساءل الناشط شنو مصير اللي 33 مليار دينار اللي خصصت لمعالجة هذا الأمر وتحويل مجرى مياه الصرف الصحي إلى شط الكوفة تم صرف أكثر من 33 مليار على موض الخط الناقل ما للمجاري ما للمختسلات الموتى وما للمستشفيات المجاري المستشفى ومجاري مركز محافظة النجف وقوائد الكوفة اللي الناس تشرف منه الحلال والناس والمزارعين بعض الطريق غير تسحب المشاريع ما للنجف والكوفة للمياه وقوائد يصفوا شي صفوا مجاري ناس ماتت ستبع مجاري وراء عجل 33 مليار الملايين الدولارات الصرفتوا بمعالجة المجاري ويقولون ما صب المجاري يروح للنجف للصحراء ما أدر وين معالجتها المليارات الصرفتوها وين راحة الناس قاعدة تبوت يقول لك ليش الأمراض السرطانية في قضاء الكوفة ومحافظة عمي نشرب موتة نشرب مع المختسلات نشرب قاعد مع المستشفيات مستشفى الصدر ومستشفى الحقيم وباقي المستشفى الناس قاعدة تبوت يا عالم يا ناس واللي يريد يروح العالج معك علاج للأورام وغيرهم ملايين وآلاف الدولارات تصرف الناس اللي يجبت بيوتها رائعها الريد يوقف في الضيب بس نصور دقيق خجار ثلاث نقفحة كشلون هاي أهل المناطق من بداية تشقل كوفة لأن هاي أكثر من عشرة كيلو بهاي الريحة بداية بالنسبة للمستشفيات اللي تصرف مية المجاري مالتها بالأنهر مباشرة هاي كارثة بكل معنى الكلمة لأن المستشفى بها مواد كيميائوية تستخدم وهاي المواد الكيميائوية لما تصرف راح تنخلط كلها ببعضها وبها حامل فيروسات وميكروبات فلما تنزل بالشط تخيل عزيزي المشاهد شنو اللي داي يصير بالناس أما بالنسبة إلى المجاري اللي قاعدة تصرف بزمن الحصار والعالم كله سد على العراق كل شي ومنع عن العراق كل شي حتى استيراد القلم رصاص كانت المجاري تتعالج ويعيد تدويرها من جديد واللي تم الاستفادة منه وراء فحوصات مختبرية يلا يدخول الشط والباقي ينطمر بطريقة معينة بطريقة صحية بطريقة رسمية وحسب قوانين حتى الناس لا تشتم ريحها ولا تعرف شنو اللي داي يصير ولا تحس بال بال بالانزعاج من الروائح والغازات والأمراض والحشرات أما اليوم بالعراق يقول لك ليش متعبين نفسنا هاي العالم ببيوتها داي يصرفون مي المجاري مالتهم والوصاخ والماعرف شنو داي تطلع من البيوت الطبل المحطة مال مجاري ليش نعالج هي على شنو ذا عالجها فتحوا الباب وطلعوها قبال بالشط هي تمشي والكوارث اللي بيها خلي الناس تستفاد منها الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع أول تعليق حسين محسين الغرابي يقول أصلا مياه الشط نسبة مياه المجاري أكثر من نسبة المياه النقية وحتى واضح على لون المياه كرار الحدراوي يقول الله ينتقم من كل فاسد ومن المسؤولين والنواب الحرامية نبيل أبو شنينة يقول أتصل بالبيئة يقول لهم على التلوث يقول لي لا ماكو تلوث جاي تتعالج بلش تحت شوية ودكتور عباس صاحب النفاخ يقول مشكلة كبيرة وعبث بالبيئة وبالماء اللي هو نعمة الله للبشر وإذا بهم يلوثون الماء بالمجاري الثقيلة بدل أن يعملوا مشاريع أملاقة للاستفادة من المياه الثقيلة في صناعات متعددة مثل البتروكيمويات والأسمدة وعذا بهم يهدروها ويلوثون بها الأنهار رغم المليارات التي صرفت دون نتائج إلى الله أو إلى الله المشتكى فكانت هاي تعليق دكتور عباس صاحب النفاخ على هذا الموضوع والمشكلة أنه العراق بمشاكل هواية وكلها ما دا يستفادوا من عده وكلها لو يستفادوا من عده يحيون بها قطاعات أخرى وهاي واحدة من الأشياء إذا أحيوها المجاري هما راح يستفادوا من عده بالأسمدة وإذا استفادوا من الأسمدة راح يحيون الزراعة وإذا أحيوا الزراعة لازم يحيون الصناعة وإذا أحيوا الصناعة فما راح يتحول معمل طارق إلى معمل طرشي تعرفوا مشاهدين الكرام أكون نافذة لقناة رافدين اسمها أنت ترى اللي يريد يعرف نافذة أنت ترى الشريط الأبيض اللي يجوا به الأخبار يتابع للأخير يقل أقرأ أرقام عفواً ما نافذة أنت ترى ويدزلنا عليها اللي يريده هاي واحدة من الرسائل اللي جتنا على نافذة أنت ترى اللي هم مجموعة كتبوا لنا الرسالة راح أقرأ لكم إياها نصا سلام عليكم ممكن عن طريق قناتكم أن نوصل صوتنا للجهات المعنية إحنا شريحة مظلومة هم يقولون إحنا شريحة مظلومة من موظفين الصحة المنهية خدماتنا والله جبراً وبسبب ظروف خارجة عن إرادتنا لكن حصلنا كتب موافقات لرجوعنا إلى العمل ولكن وزارة الصحة ما تريد ترجعنا وشغلتنا متوقفة بس على جرة قلم من الوزير وإحنا أصحاب عوائل وأطفال فكانت هاي رسالتهم وهذا الفيديو اللي تزعوه طالب السوداني ورئيس الصحة ينظر قضيتنا إحنا شريحة مهمة ومخصوصية سنوات سنوات ومزارة الصحة من شهر الدعش لحد الزهد إحنا مظاهرات على كتب نواف وتواقيق ومحهد نظر قضيتنا فنطالب نطالب أن نظر قضيتنا وبعين الأخوة الإنسانية لأن إحنا من دون وزارة الصحة اللي بعدنا بتعيننا ولا رجعنا لوظيفتنا وزيرنا قللنا بنقطتين إلكم أما تعيين هي دبعة 22 ودبعة 22 تعينة مراحل أما درجات الحدف للسرداد مراحل لعلوبيين وعلم الناس وعقود لسنتين وقود فإحنا قد نعرف نصير لهم هذه الرسالة التي تزعوها أنها حاولوا أنه يوصلها لكم مشاهدين الكرام وإحنا اللي نقدر عليه سوينا أن نوصلنا لكم صوتهم قبل أن أختم مشاهدينا أسرة برنامج صوتكم قناة الرافدين تقدم التعازي لأسر الضحايا في محافظة نينوى بقضاء الحمدانية بالفاجعة التي صارت البارحة في قاعة الهيثم الملكية للعراس بسبب سوء إدارة من يتحكم بهذا البلد أقصد السلطات بكل أنواعها تنفيذية قضائية تشريعية كل نوع من أنواع السلطة اليوم بالعراق هي سلطة غير صحيحة سلطة غير شرعية سلطة هدامة وليست بدناء اللي صار البارحة هو أكبر دليل على أنه ما يحصل في البلد هو لتدمير البلد وليس البناء لما انقاعة عراس تحترك بهذه الصورة ومستشفى ابن الخطيب تحترك بالصورة نفسها ومستشفى الحسين التعليمي تحترك بالصورة نفسها وهوية فيديوهات عن حرائق صارت في العراق بمصيبة ما تعرف شلون وحريق مول الكرادة واحد من الدلائل اللي بينلكم أن استخدام هذه المادة في البناء هي مادة غير آمنة ومن المفترض لا المقاول ولا المهندس ولا صاحب الملك ولا المختصين في دوائر البلدية أو المحافظة أو العاصمة يوافقون عليها ولا المسؤولين بالدولة يوافقون على استخدامها بهذه الصورة أكو طرق معينة لإستخدامها في بعض الأحيان للحفاظ على السلامة وإن تم استخدامها لازم أكو شروط للسلامة وأكو أدوات للسلامة العامة في حال لو حصل جزء بسيط من اللي صار البارحة بالحمدانية ما يحدث أي شيء وما تحدث أي كارثة لكن البارحة كانت كارثة بأن تحول حفل من فرح إلى مأتم ومأساة نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم الجمعة في أمان الله اشتركوا في القناة